إذن الذكاء الصناعي يقطح من المتاحف الفنية من خلال نسخة حديثة للوحة تاريخية التفاصيل في هذا التقرير أثارت نسخة مطورة بواسطة الذكاء الصناعي من لوحة The Girl with Pearl Earring أو الفتاة ذات الحلق اللؤلؤي التي تعود إلى عام 1665 ضجة في هولندا فالنسخة الحديثة نفذها المصمم الرقمي جوليان فان ديكن باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي Mid Journey بالإضافة إلى برنامج فوتوشوب وقد اختيرت لتكون واحدة من بين خمسة أعمال من أصل 3482 قدمت في مسابقة نظمها مطحف مارتش هاوس تهدف لتقديم نسخ صنعها هوات عن اللوحة الأصلية التي تعود للفنان الهولندي يوهانيس فيرمر بعض الفنانين أبدو اعتراضهم معتبرين أن هذه التقنية تتعارض مع الأخلاقيات وتنتهك حقوق الطبع والنشر فيما اعتبر البعض الآخر أن ما حصل هو وصمة عار وإهانة لا تصدق في المقابل قال الملحق الأعلامي في المتحف أنه أمر جدلي وأراء الناس منقسمة بين مؤيد ومعارض مشيرا إلى أن القيمين على المتحف كانوا يعرفون أن النسخة مطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي لكنهم أحبوها لذلك فاختروها وبمقارنة مع لوحة الأصلية تظهر النسخة المصممة بالذكاء الصناعي أن نظرة العين ولا معانها هي نفسها لكن عند التطقيق تظهر تفاصيل ملفتة فالفتاة بالنسخة الحديثة ليس لها حلق واحد فقط بل اثنان متلألئان مع نمش بلون أحمر على وجهها أما بالنسبة للنسخ الأربع الأخرى التي اختيرت أيضا فقد جارى تنفيذها بواسطة أدوات تقليدية مثل أقلام التلوين والطلاء والمنسوجات وحتى الخضار والزهور وعبر البرنامج ذاته إنما بالنسخة المجانية طلبنا من الذكاء الصناعي صورا لمدينة بيروت في عام 2050 وقد جاءت النتيجة على الشكل التالي موسيقى قبل استكمال الفقرة جورج بدي أخد رأيك بيروت 2050 ما بعرف إذا الزكاة الاصطناعي تلت يعني وقت قلت له بيروت لأنه ما بعرف يعني عقل إذا هايك بدأ تصير الصورة بعد 30 سنة يعني فيه أمل بركي هو أخد بيعني الاعتبار التقارب السعود الإيراني مثلا أو لاك هايك سلف يعني كان لقطة مش حال الوضع لا بس شكله ما عرف مين فيه عننا مين شو الطبقة يعني هايك إذا على هذا المشهد يعني خلص أموال المودعين رح ترجع الازدهار رح يرجع يا عم لك بعدين ترتيب البنايات يعني شو يمردها يا لطيف بس ما بعرف إذا ما شكله نرجع الأملاك العمومي الخضارة مسيحة الخضارة ما رجعت بعدها عكل حال الزكاة الصناعية بلت ما بقولوا نسبته 60 بالمية 70 بالمية حسب شو بياخد ويعطي رح نطلع نحن من الثلاثين شكرا رفض رئيس تطبيق واتساب والكاث كارت التقيد بمشروع قانون جديد في بريطانيا يحظر تقنية تشفير الرسائل وفقا لصحيفة الغاردين وكان كاثكارت أكد أن شركته لن تستجيب لمتطلبات الحكومة بشأن إلغاء التشفير مشددا على أن مستخدمي التطبيق حول العالم يريدون الأمان والخصوصية وبموجب القانون يمكن للحكومة أن تطلب من واتساب تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى وقد لوح رئيس واتساب بوقف خدمات شركته في بريطانيا بحال تطبيق ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فكرة ريفلاش شكرا لك نايم